السلام عليكم اذا في هذا الدرس ان شاء الله سنشرح كيفية سياغات جملة بالفرنسية يعني شنو سنحتاج باش نكون جملة في اللغة الفرنسية اولا كما تعرفوا إلا بغيت نكون جملة في اللغة الفرنسية نحتاج ثلاثة العناصر أساسية يعني قبل ما نبدأ الدرس سنذكرهم قبل ما نبدأ الدرس نحتاج السوجة السوجة اللي يتسمى بالعربية الفاعل يعني شكل يقام بالفعل نحتاج كذلك الفغب اللي هو الفعل نحتاج كذلك المعنى الجملة أنا Cuz لا لا أريد كازابلونكا يجب أن نكمل الجملة التي تضع نقطة يعني أنه يكون واضح هذا ما أساسي في الجملة لكي تكون صحيحة الفاعل في اللغة الفرنسية يأتي على ضمائر يمكن أن يكون مثلا أحمد، سعيد، كريم أو اسم بنت فاطمة أو ساميرا أو غير ذلك يمكن أن يكون ضمائر الضمائر اللي هما جو جو أنا أو لا تُ أنت جو إلا بغيت نقول أنا أو تُ إلا بغيت نقول أنت أو إلا أنت بحل بحل أو إلا أنت كنقول له تُ باللغة الفرنسية مثلا أنت تأكل أنت تأكلين؟ بحل بحل أنت تتكلمين؟ بحل بحل اللغة الفرنسية فيها بحل بحل إل كتعني هو مثلا شنو كيدير أحمد إل منج إل منج إل منج يهو يأكل أل منج أل منج هي تأكل أل بغيت نقول أل بغيت نقول نحن نحن نو نو منجن نحن نأكل نو نحن أنتوم يعني أنتوم أنتوم تتكلمون أنتوم تتكلمون كينا إل لكتعني هم إل كتعني هم و كينا أل لكتعني هن هن كتعني هم إلا كان هو بوحده مثلا أحمد ولكن إلا كان أحمد وسامير سأقول هم مثلا أحمد وسامير إل منج أل منج هن يعني ما بقيتش هي وحدة بنت يكمل جوج للفوق و اشتفقنا على الضمائر أنت تتنيتي من السوجة هذا هو السوجة الفاعل كذلك تحفظ الأفعال كأننا قلنا مجموعة الأولى ثانية ثالثة و تحفظ التصريف وكذلك سأشرح لكم قليلا لذلك لدينا مثال نكتب جملة يكتب جملة سأقول مثلا جو بارل أنا أتكلم جو جو تعني أنا أتكلم بارل جو بارل بغي نقول جو بارل إلا أحمد يعني أنا أتحدث إلا أحمد جو بارل أحمد إلا أنا أتحدث إلا أحمد جو بارل أحمد تفقنا؟ أولا متانان جو بارل يعني أنا غادي أنا ذاهب يعني الحاضر جو بارل أحمد جو بارل أطنجي يعني أنا أذهب إلى تنجة أطنجي إلا تفقنا؟ وكأن هذه الأخرى التي تفعلها غير بحالها بلا شرطة هذه الأخرى تستعمل في الماضي مثلا تقول لي ما يفعل أحمد مثلا أحمد كلا نقول مثلا إلا مانجي إلا مانجي إلا مانجي إلا مانجي يعني هو أكل إلا مانجي وهذا الأن التي تكون قبل الفعل ما تكونش فق منها أكسن ماشي بحال هذي داكو؟ هذي تكون قبل من الفعل وفعل مصرف نقول له إلا مانجي وهو أكلة وتهي أكلت تهي كنديرو فيها هذه الأل ما فقش منها أكسن همارا نشرح تلقى لا ديكتيل إيملا تفقنا؟ عندنا كذلك إلا بغينا نقوله مثالا إلا بغينا نقوله معا إلا بغينا نقوله معا شنو رنقوله؟ رنقوله معا داكو؟ أفك اللي هي معا رنقوله أفك أنا أعطيك مثال رنقوله جو بغل أنا أتكلم جو بغل مرش نقول إلا أحمد يعني كنتحدث معا أحمد جو بغل أفك أحمد تهدي صحيحة جو بغل أفك أحمد أولا جو بوياج أنا أسافر جو بوياج أفك ميزامي مثلا يعني أنا أسافر مع أصدقائي ميزامي هادمي هادمي كانت혀 ميزامي يعني كتب ميزامي أصدقائي كيف تفهمه؟ يعني مي ولكن هادمي يعني نقولكها هناك ما أفك ميزامي ما لديك أينة مثلا نعطيك يقول رسول الى الثاني لن يتصرف عادي جوو سورتر مي ولكن مي مثلا إيل بلو يعني كالطحشة مي إيل بلو دقو؟ ولو مثلا جوو سورتر مي مثلا إيل تخطر يعني فاتلواق يعني تعطينا ولو مي إيل بلو ولكن يعني كتعضي السبب دقو؟ وكهذه هي مي وهذه مي كتعنيش حاجة ديالي بغيت نقول مثلا كذلك ديال شيحد ديال شيحد ديال شيحد ديال شيحد ديال لعندها أه هذي كتعني ديال دقو؟ ديال مثلا أه ياني ديال لأن تقوله ميثلا ههههههههههههههههههه نغنينا بأس في نبيل يعني الأبدي النبيل يعني الأبدي النبيل أو الأفعال أو الأفعال الجنة سيارة دي صامير لكن أريد أن أقول مثلا أنا أتكلم عن فيلم عنه فيلم لماذا فعلتها دو ؟ هنا يكون اسم شخص لا يوجد مشكلة ولكن يكون اسم مذكار عادي اسم شخص لذلك الفيلم مثلا الفيلم مذكار نقول دو لماذا تجمع مع له تعطيني دو لماذا تجمع هنا دو ؟ نقول دو فيلم لماذا نتكلم عن شيئا مؤنة نقول دو لان موزيك أتكلم عن الموسيقى موسيقى 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 أشتفنا موسيقى موسيقى لذلك الفيلم في الشخص الكشير في الشخص الكتب لذا ارتكال اسم الشخص وسعني ذكرون فقط السبب وحدث سوف نقول مثلا الجماع يمكننا تتكلم عن أطفال نحن نتحدث عن هذه الحالات التي تتعلم فيها دوما تتعلم شيئاً أو عن مثلاً أتكلم عن عندما أتكلم عن الفيلم أو ديال الاب النبي كان كذلك من أجل سوف نرى أخرى كان كذلك من أجل من أجل كان كذلك من أجل كان كذلك أتكلم عن لأن أستاذ 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 هو الملعب أستاذ إلى الملعب لأن أجمع مع أ أجمع أ أستاذ 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 بحامتان يقول لك من الأجل من الأجل هذا بحامتان يقول لك عنها عندما تقول لك حيث المشكلة هنا ، إنها تقول الأمر الأمر مؤنطة ولكن هناك إذا كانوا أسم الأمر مؤنطة قال إذا كنت أقول أم الأمر مادين dicيت ما أردت أن الدينا أفضل عادية وإذا كنت أقول أم أفضل عادية مثل أكازابلنك أو أم راكيش أو أطانجين نقول أم أفضل أفضل أو أفضل إذا كنت أجدت هو الإنسان؟ أو لكي تكون أشخص لا يقول أعدائنا لا تبقي WOO أو oh هم هناك الفارهي فاريقتل الفارهي ماذا فاريقتل نطالح أساسين أقول أتاله أ iPhone أطفال أخوتي حسنا سوف نقوم بإطلاق هذه الحالة ثالثة علش؟ حيث عندي A بلس L أعطتني O علش كان نقول لك هنا سوف تكتسب هذه القواعد سوف يساعدك لك كيف تكون جمال إذا عرفتهم والتفلا ديكتي سوف يساعدك يعني كل اللي سوف يكتب A بوحدها كل اللي سوف يكتبها بال X اللي فهم أنه سوف يزيد X حيث A ل يعني علش A ل A plus L ولكن اللي ما فهمش الدرس إلا بغاي كتبا يكتب A U صافي هذي يا O جو V O دقو مزيان حقو شناها بوغ تعني من أجل بحل متانان جو V A لأكل بوغ أبخند دقو نديرو كدالي ك بوغ أولي متانان غادين عطيو مثال خور غنقول لك غنقول لك مثال خور سو كادو يعني هذي الهدية سو كادو دقو سو كادو يعني هذي الهدية سو كتعني هذا سو سو كادو يعني كنشير لي E يعني ديال E بوغ من أجل ما مر متانان يعني أمي هذي الهدية من أجل أمي دقو سو كادو يعني هذي الهدية من أجل دقو سو كادو سو كادو يبوغ من أجل أمي سو كادو يعني هذي الهدية من أجل أمي سو كادو إلا لحتي درجة هادث سو يعني هد الثو أو مثلا . الفعل الذي يطبق على الأشياء قام بإ серいう atheist وهذا السوء يكون قبل الفعل أولاً ما يقوله؟ يستحم إلسو لعب إلسو لعب إللاف هو يغسل لكن ما يغسل؟ يعني يغسل رأس لذلك هنا نقول إلسو يعني الفعل يتبق عليه إلا هنا تنبخلنا وغير في شيء يعود إلى الفعل المهم هنا رأى السوء تكون قبل الفعل وهذا السوء لا تكون قبل الفعل حسناً؟ هناك فرق بينهم عندنا كذلك ضن ضن تعني في ضن مثلاً نقول لك ن جو ما تلعبش إلا شفت الفعل في لغة الفرنسية جوي يلعبوا ولكن من الفعل نزيد لهذا يعني العكس دي الفعل بحال لا في لغة العربية أكتبوا لا أكتبوا ألعبوا لا ألعبوا نوبا كتعني لا نجوبا مثلاً ضن يعني في ضن 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 او مثلا انا اقول لك انا اذهب الى العمل انا اذهب الى العمل هذا هو ان shitty ذلك ستذهب الى ان كينا كار بحامي سأقول لك مثال جنة 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 كار 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 الكار لك دونك كتعني اذا دونك دونك مثلا كتعني اذا يعني كتعشت دونك اذا نقوم بك نقوم بك دونك داكن جو غيست على ميزان إلا بغي نقوله كذلك او هادي هادي كتعني اختيار داكن هادي كتعني او ولكن كان واحد الاخرى اللي فاق منها اقصن هادي كتعني اين داكن هادي او بحا ميتانا ميتانا نقولك تبخي تبخي يعني واشكات فضل تبخي فاكال وها Maggie يعني واشكات فاضل كان كتعني وا كان كدالي ا linguات مثل احمد سامير هادي كتع Lubika داكن هادي كامل اللي يسمونarsa في التواصل. وكيفيدوا بزاف في تكوين جملة في لغة فرنسية. نتمنى يكون درس مفيد لكم. درس اخر ان شاء الله. واذا عجبتكم على الطريقة ديال تكوين جملة. نقدرون نخدموا عنيها في الفيديوهات المقبلة ان شاء الله.